حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا بقية عن محمد بن زياد الألهاني قال حدثني أبو عنبت قال سريج وله صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلمين الخولاني قال رأيت سبعة نفر خمسة قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم واثنين قد أكل أدما في الجهلية ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فأما اللذان لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فأبو عنبت الخولاني وأبو فاتح الأنماري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال ذكر عند أبي عنبت الخولاني الشهداء فذكروا المبتون والمطعون والنفساء فغضب أبو عنبت وقال حدثنا أصحاب نبينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شهداء الله في الأرض أمناء الله في الأرض في خلقه قتلوا أو ماتوا حثنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا الجراح بن مليح البهراني حمصي عن بكري بن زرعة الخولاني قال سمعت أبو عنبت الخولاني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته اشتركوا في القناة